الناس تشتغل عليها ما عندكش تأهيل كويس للمدربين تسمح لي اختلف معك؟ تفضل وأسمع وجهة نظرك الظروف اللي احنا موجودين فيها النهاردة أفضل بكتير جداً جداً من الظروف اللي حققت فيها رياضة في مصر على مستوى منتخب أول على مستوى منتخب شباب أو ناشئين نتاج أفضل بكتير يعني انت النهاردة لو بصيت للأندية اللي موجودة في مصر والكيانات الجديدة والاستثمارات الكبيرة اللي دخلت وحجم التعاقدات الفلوس التمويل البس التلفزيوني البنية التحتية الملاعب مقارنة بالفترة اللي انت كنت بتلعب فيها أو الجيل بتاعك اللي حقق بلونزير كاس العالم وما بعدها يمكن أنا بتهالي منه يعني 2001 دي كانت مقدمة ل2006 و2008 و2010 لازم يقف في ربط بينه لكن أنا شايف أن المتاح دي بقى أحسن بكتير لكن المردود لا يتناسب مع حجم المتاح أنت عملت كل حاجة زي ما أنت بتقول عملت كل حاجة تخلي المنظومة تتطور لكن أهم حاجة الأساسية ما عملتهش ولا المدرب ولا اللعيب ولا أنت أهلت المدرب بشكل كويس ولا مرنته ولا اديته خبرات ولا علمته ونفس الوقت ده بينعكس على اللعيب مع احترامي كل الاحترام لكل المجموعة اللي موجودة الأرقام اللي بتتاخد في الدور المصري حاليا لا تتناسب مع إمكانات اللعيب الموجودة تقصد أكبر بكتير أكبر بكتير أكبر بكتير أكبر بكتير أو محتاجة تطورات في أداءها ده ما بيحصلش أن اللعيب في مصر مع احترامي أنا ممكن الكلام ده يزعل الناس كتير لكن ده وجهة نظره ده اللي أنا شفته ويمكن ده اللي أنا عشته في فترة اللي فاتت أن اللعيبة في مصر ما عندهش استعداد للتطوير هو بالنسبة له أنا أهم حاجة عقدي أهم حاجة اللي بتتفي على عقدي أهم حاجة فلوسي هو بيبص لمصلحته الشخصية فقط حتى زي ما بقول لك التموح والدوافع ما عندهش هو تموحه أنه هو يعمل عقد قويس الدوافع بتاعته أن أنا أقبض مرتبي أو أقبض عقدي في معاده لكن دوافع بقى للداخلية أن أنا أعمل تاريخ وأن أنا أتطور وأن أنا لأ بدل ما يبقى سعري دلوقتي كذا لا أنا عايز أبقى كذا لا أنا عايز أصغر لكذا لا أنا عايز ألعب منتخب مصر لا أنا عايز أبقى مؤثر فالحاجات دي كلها هو ما بيشتغلش على نفسه أليل جدا في مصر اللعيبة اللي بيشتغل على نفسه ودي مهمة جدا أنت كنت كابتن منتخب كابتن أبول ماجد لا أنا كنت تاني كابتن يعني كابتن رضا الشحاتة كان الأول وأنا بعدي طبعا رضا برضو من اللعيبة الحقيقة المواهب الجميلة الحقيقة اللي جات سواء في المنصورة أو مع الأهلي طبعا أنت في الصورة دي كابتن السرعة مش ديء كان رضا خرج في المباراديات يماني طبعا اليماني وكان الاعتراوي وأنا ومحمود محمود وتقريبا جمال حمزة جمال حمزة جمال حمزة في ناس اختفت من دي الصورة تانية حسين أمين الاعتراوي أبو جريشة اي وشيتوس وليمال وشيتوس طبعا كان في الجيل ده اه دي الصورة دي فين دي لحظة تدويج اللي هو المركز التالي التالي برونزية برونزية اي شريف كرامي وصبحي جبال حمزة جساسكم ايه لما وصلتوا برونزية عالم بصحنا كنا زعلانين جدا كنا نفسنا نقابل ناخد الصورة اللي فضل وأرجع لقصة كس العالم دي دي برضو في لحظة تدويج ردا أبو مسلم محمد عبدالواحد 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 عليمين وابو مسلم وراه انا مش عارب بس مين اللي بينهم وبين ردا شحات ده حسين امين حسين امين اه ومين اللي قدام محمود وشيتوس شيتوس وده جمال حواش ده كان مزار عدينا شيتوس اهلي طبعا عبدالواحد بدايته زمالك عبدالواحد كان ترسانة كان ترسانة اه صح وابو مسلم كان في الأول برضو مزار عديدة اه وردا كان منصورة محمود محمود طبعا زمالك حسين امين كان مزار عدينا وكنتوا زعلانين انكم حقاقت البرونزية كنا عايزين احنا مكناش مستنين انكوا تحقق البرونزية اساسا كانت مفاجأة بالنسبة لنا بالضبط الناس كلها الناس كلها جات لها حقا يعني حالة لكن كابتن شاوي لما كان بيتكلم معاكوا قبل البطولة انتوا كنتوا محددين هدف انكوا تلعبوا مباراة بمباراة ولا كنتوا محددين هدف انكوا تروحوا لبعيد ولا كنتوا محددين هدف انكوا تروحوا حسين غالي واليماني طبعا اه طبعا واثنين كويرت وقال اوي ييماني كان لعيب اوي 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 بصراحة اه بصراحة كان من الحسين وحسين غالي من المواهب يعني من اهم لعيبة خط النص اللي جات في التاريخ بوله